أدان وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المشارك ضمن الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والمنعقدة في العاصمة الأردنية عمان العمل الإرهابية الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بجيغ وهجرة خريس في المملكة العربية السعودية الشقيقة جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية حيث واصل وفد الشعبة البرلمانية مشاركته في دراسة اقتراحات تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من عمان سعادة النائب علي أحمد زايد رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع بعد التحية سعادة النائب هل بالإمكان تسليط الضوء أكثر على موقف الشعبة البرلمانية من هذا العمل الإرهابي؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم نشكركم حقيقة على تحية الفرصة وتصليط الضوء على مشاركة وفد الشعب البرلمانية في محكم الوحرين في أعمال الاتحاد البرلماني العربي طبعا شاركنا اليوم شارك وفد الشعب البرلماني في اجتماع التحويرية لأعمال الدورة 26 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلمان العربي في مستهل اللقاء حقيقة يعني وفد الشعبة أدنى العهل الأرهابي الذي استهدف شركة أرامكو بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وبينا على أن هذا الأمر يزعزع أمن واستقرار المنطقة بل أنه يهدد السلم الدولي طبعا موقف السلطة التشريعية في البحرين مثل مجلس النواب هو داعم ومساند المملكة العربية السعودية لاتخاذ حقها في الرد على هذا العمل الأرهاب الجبان بعد ذلك وصلنا وصلت الشعب البرلماني اقترحات تحديل النظام الداخلي للاتحاد البرلمان العربي وبما يتوافق مع ميثاق الاتحاد تم عرضنا تجربة مملكة البحرين وما تم إنجازه من تشريعات وقوانين في ظل القيارة الحكيم من إجادة الملك وحقيقة حصلنا على إشارة كبيرة من الدول المشاركة العضاء بما توصلت له البحرين من تشريعات وتطورة وقوانين مكنتها من أن تصبح دولة المساسات والقانون خاصة في قوانين الأرهاب والمرأة والطفل ووضعنا قوانين استرشادية وراح نناقش شاء الله بإذن الله للإجتماعات القادمة قوانين استرشادية في هذا المضمون قوانين الأرهاب والمرأة والطفل وتم حقيقة الأخذ بالكثير من التشريعات التي طرحناها والتي تم تطبيقها أصلاً في مملكة البحرين وهذا حقيقة يعد إنجاز يحسب للبحرين بما أن التشريعات مملكة البحرين متقدمة ومتطورة وتم الأخذ فيها في القوانين الاسترشادية طبعاً المشاركة في هذه اللجنة المتقرة في اللجنة التنفيذية تأتي ضمن سيافة البحرين وتفعيل الدبلوماسية الخارجية البرلمانية وما زلنا في طور مناقشات ووضع تشريعات المناطبة وفق سيافة كل دولة نعم من عمالنا سعادة النائب علي أحمد زايد رئيس وفد الشعب البرلمانية المشارك في الاجتماع شكراً جزيلاً لك